نروح لأخبار النادي الأهلي يا جماعة النادي الأهلي قبل ما نتطرق للماتشاطة اللي جاية عايز أقول النادي الأهلي مستوى مع كابتن حسين بدري يمكن قدم المباراة الأولى أمام النادي إسماعيلي لم يكن مقنع وفي مقابل كمان الاسماعيلي ما كانش الاسماعيلي خالص ده مش ده الدرويش مش ده الاسماعيلي مش ده الفريق الناس كلها عرفاه فريق كان غير قادر على بناء هجمة ضد النادي الأهلي على صناعة هجمة ضد النادي الأهلي بيفقد الكرة بكل سهولة وده يحسب للنادي الأهلي يحسب للنادي الأهلي رغم ان هو كان فرصه قليلة جدا وضعيفة جدا وفاز بضربة جزاء لكن يحسب ان هو كان عايز يكسب يعني الاهلي رايح وعايز يكسب نازل لعبته عايزة تكسب الاسماعيلي الاسماعيلي نازل مش عارفه عايزه يعني هو ولا عايز يكسب ولا عايز يتعادل ولا عايز يعمل اي حاجة كان العيبة بتطفش مش عارفة تخلق هجمة ضغط النادي الاهلي كان واضح النادي الاهلي اقتنس هدف من ضربة جزاء حصل عليها جدل كبير جدا من طبعا حكمنا الدولي الاول جهاد جريش انا شخصيا انا شايفها ضربة جزاء ضربة جزاء تحتسب ولكن هي لا تحتسب كثيرا في كرة القدم المصرية ولكن اما يجي حد يقول جهاد جريش انت حسب ضربة جزاء هيقولك اه ضربة جزاء ده محمود متولي متهور ودخل على عمر جمال من وراء وزقه بالايد او دماغه جت في الدماغ كل ده وارد لكن جهاد جريشة نفسه لازم يكون عنده توحيد للقرار يعني قراره نفس القرة دي السنة الفاتت مثلا لم يحتسبها في قرة اخرى لم يحتسبها اذا الحكم هنا جماعة عشان نؤكد ان الحكم مايفرقش معاه فنلة اهلي مايفرقش معاه فنلة الزمالك مايفرقش معاه فنلة اي نادي لازم يكون عنده توحيد للقرار يعني لو القرة دي جات لإسماعيل على الاهل يحسبها. لو كرة جت لعلى الزمالك يحسبها. لو جت للزمالك يحسبها. لو جت للاهل يحسبها. لو جت ضد الآهل يحسبها. لو جت في مطش بين سموحة وائمب يحسبها. المقاولين وااااااا والدخلية يحسبها. يبقى في توحيد للقرار. علشان كده المتفرج والمشاهد بيشوف اكتر من حالة بتبقى نفس الحالة لا تحتسب هنا او تحتسب هنا بيبقى في جدل على الحكم. ليه ما بتحسبهاش؟ لكن لكن نؤكد ان الكرة كانت ضربة جزاء صحيحة للنادي الاهلي من خلالها استطاعنا نحصد اول ثلاث نقاط مع الكابتن حسام البدري